حد يبدأ ريكوردي من عنده يا شباب بدأ نتبدأ طيب بسم الله الرحمن الرحيم احنا المرة اللي فاتت كنا اخر حاجة وقفنا عندها اللي هي الجزء بتاعة التركشن ازاي قدر احسب الانرجي output بتاعة القطر طيب اخر حاجة كنا قلناها انه output power بتاعة التركشن هتساوي التركتيف افورت الاف تي بوحدة النيوتن في الفلوسيتي على 3600 ده لو انت عايزها كيلو وات لو عايزها بالوات يبقى تضرب الكلام ده في الف تمام؟ هتقولي طيب هي الpower output دي بتبقى في انا مرحلة لا على حسب يعني ايه على حسب؟ يعني مثلا اثناء الacceleration اثناء الacceleration هل السرعة بتكون ثابتة؟ لا طبعا السرعة ما بيكونش ثابتة وبالتالي الpower هتقعد تتغير طول ما السرعة بتتغير لكن اثناء الفري ران مثلا اثناء الفري ران الpower المسحوبة من الترين هيبقى ثابت ليه الpower هتبقى ثابتة؟ لان الvelocity ثابتة تمام؟ يبقى احنا دايما عندنا قاعدة انه الpower هتبقى ليه علاقة بالvelocity يعني كلما الvelocity هتزيد كلما الpower هتزيد لو الvelocity ثابتة فالpower ثابتة تمام؟ اما الفورس فهي كده كده بتكون constant معتمدة على الacceleration فقط يعني احنا خدنا معادلة الفورس قبل كده المرة اللي فاتت كانت هي دي معادلة الفورس اهي ال-f total اهي دي كانت بتعتمد على الacceleration تمام؟ فطول ما الacceleration ثابت خلاص يبقى الفورس ثابت مش هتتغير تمام؟ لكن الpower لا الpower هتتغير كلما الvelocity هتتغير خلاص؟ انا ممكن اسألك في حاجة زي كده كنظر اقولك ان انا دلوقتي عندي ال-train بتاعي قولي في مرحلة ال-acceleration ايه اللي بيحصل للسرعة؟ هتقولي هتزيد ايه اللي بيحصل للفورس؟ سابتة ال-acceleration سابتة ال-acceleration سابت ايه اللي يحصل لل ال-power هتزيد طب ايه ال-maximum power؟ اكيد ال-maximum power هتبقى عند ال-V maximum اقصى سرعة بتوصل ل تمام؟ طب ال-free run اللي هو اثناء ال-free run يعني السرعة سابتة اثناء ال-free run السرعة سابتة يبقى ال-power سابتة وكده كده الفورس سابتة تمام؟ طيب ده كده بس مقدمة عن موضوع ال-power طبعا ال-power اللي ايه ال-electrical بقى هيساوي ايه؟ هيساوي ال-output power اللي هو عند ال-wheels عند العجل يعني بتاع ال-قطر بس مقسوم على efficiency بتاعت حكتين بتاعت المواطير بتاعت الموتور وبتاعت ال-gears تمام؟ يبقى ال-input الكهرابي اللي انت محتاجه هو ال-output اللي عند العجل اللي انت بتحسبه بال-FT او attractive effort ده هتاخد ال-output power تقسمه على اثنين efficiency بتاعت الموتور وبتاعت ال-gear box وطبعا لازم نبعارفين ان ال-input power ال-electrical لو احنا شغالين DC يعني او حتى AC single phase فهيبقى ال-V supply في ال-current تمام؟ ال-V supply في ال-current ده ال-power الكهربية ما فيهش اي مشكلة طب لو انا عندي كذا موتور فخلاص يبقى ال-input الكهرابي ال-power هيساوي ال-V supply في ال-I بتاع الموتور في عدد الموتور ده لو انت عايز تحسب ال-power الكهرابي اللي انت هتدخله ليه ونحل مساء الكلام ده دلوقتي ان شاء الله طيب كان فيه موضوع تاني اللي هو بقى ال-energy ال-energy فال-energy ليها إثبتين احنا هنا ده أسهر بالنسبالي فال-energy هتساوي force في distance force proactive effort في distance ده ال-output energy ال-energy ال-output اللي خرجه عند ال-wheels تمام؟ طيب لو انت عايز تزبط الوحدة بـ ال-Watt hour فهتبقى ال-FT في ال-D في 1000 على 3600 ليه؟ لأن وatt hour دي معناها ان يعني ال-D هتفضل زي ما هي بالكيلومتر وال-force هتفضل زي ما هي بالنيوتن ماشي؟ يبقى الفورس بالنيوتن وال-D بالكيلومتر تمام؟ لو ضربتها في 1000 على 3600 يبقى انت كده خليتها ايه؟ هتخليها وatt hour ماشي؟ طيب يبقى ده كده المعادلة بتاعة ال-Energy يبقى ببساطة ال-Energy هتساوي 1000 على 3600 في ال-FT اللي هي الفورس بالنيوتن في ال-area under the curve under the curve بتاع ايه؟ بتاع speed time curve طيب احنا عندنا كم نوع من الكيرفات؟ قلنا نوعين قلنا ترابازويدل وكوادراتورل تمام؟ الترابازويدل نبدأ به اهو هناو احنا عايزين نجيب expression نشتغل به لل-Energy output في حالة الترابازويدل curve طيب اجيب expression ده ازاي؟ هو اصلاً انت بتستهلك output energy منين؟ بتستهلك output energy فقط اثناء ال-acceleration واثناء free run هتقول لي طب ما عندي المرحلة التالتة اللي هي ال-breaking اه بس ال-breaking ده انت ما بتسحبش كهربة في اللحظة بتاعت ال-breaking لان احنا قلنا انه المرحلة بتاعت ال-breaking لو في coasting كمان ما بيبقاش فيه كهربة ما بيبقاش فيه power يبقى انت اللي هتحتاج تحسبه كenergy هو energy اثناء ال-acceleration وال-free run تمام طيب نحسب نكتب القانون قانون energy output اللي اثبتنا فوق اللي هو 1000 على 3600 في force في distance صحيح كده 1000 على 3600 في force في area under the curve اللي هي distance طيب احنا عندنا كم energy هنا نوعين E1 و E2 وبالنسبة لي E1 هتبقى هتبقى 1000 على 3600 ده في القانون نفسه في force في force اللي جوا الbracket ده هو force دي معادلة force تمام طيب و distance دي 1 هي area under curve E1 تمام طيب بعد كده E2 بقى E2 هتبقى برضو 1000 على 3600 في معادلة force بس لاحظ حاجة ان معادلة force يا جماعة هنا ما فيهاش term acceleration ليه في E2 ما فيهش term acceleration حتى عارف الصرعة سابتة يا دكتور الصرعة سابتة بالضبط كده فالacceleration بزيلو بزيلو يبقى ايه الacceleration بصفر وبالتالي شيلنا term acceleration في distance اللي هي D2 D2 اللي هي area under curve E2 تمام حيب زبط بقى المعادلة هتلاقي ان هتاخد D1 زي D2 مع بعض هتتزبط المعادلة بالشكل اللي احنا كاتبينه قدامنا طيب واقدر كمان اشيل D1 D1 اقدر اشيل احط مكانها هي area under curve المسلس اللي في الاول ده area اللي تحت curve بتاع E1 دي هو distance D1 طب جميع هتبقى نص في VM في T1 صحيح كده نص في VM في T1 بس محتاجين نزبط الوحدات بس تمام هتعالنا نشوف نزبط المفروض D1 تبقى بالكيلومتر خلاص يبقى احنا عندنا النص في VM دي كانت كيلومتر per hour لو تفتكر VM كانت كيلومتر per hour والT1 كانت بوحدة ايه جماعة T1 كان بوحدة ايه حد فاكر ثاني صحيح كده يبقى انت المعدلة دي محتاج تقسمها على 3600 يبقى نص VM T1 على 3600 ماشي دايما دايما معادلات ال velocity والTime والDistance فيها 3600 اللي هي الvelocity والTime والDistance يعني دايما هتلاقي ان احنا كلنا عارفين الvelocity هي distance على Time اي velocity هي distance على Time لا بس هي فعليا في الجزء ده في التراكشن هتبقى الvelocity بتساوي 3600 في Distance على Time يعني لازم بتحطي 3600 في الموضوع ماشي عشان تزبط الوحدات اللي احنا قيلين عليها تم خاص يبقى احنا من هنا تقدر تكتب المعادلة بتاعتك زي ما احنا شايفين اهو نص Vm T1 على 3600 والT1 نفسها قدر اجيبها بتلالة يعني يعني هتبقى Vm على الف حلو يبقى من هنا تظهر المعادلة بتاعت D1 زي ما انا كاتبها كده ماشي هتشيل بقى D1 في المعادلة السابقة اللي هي معادلة D1 دي اهي اعلملك عليها دي تحديدا ماشي وهتحطها بالقيمة اللي احنا لسه جايبينها حالا اهي بدلالة Vm فهتوصل اللي قدامنا ده والاكسبريشن ده هنحفظه تمام ونبقى عارفين ان احنا مزبطينه على وحدة ان الانرجي هتبقى بالوات الانرجي بالوات اور في الحال ماشي جميل طيب الاكسبريشن ده انا اقدر اعممه يعني اقدر اعممه يعني اقدر اشتغل عليه في الكيرف الترابوزويدل وكمان الكيرف الايه الكواد تمام كيرف التاني هتعممه ازاي قالك ببساطة هاجي الحتة دي ده هسميها بدل دي واحد زق دي اتنين انا سميها دي داش مع العلم ان دي داش دي هي ايه هي الدستانس اللي القطر فيها بيسحب بيسحب بارك بيسحب هتلاق المعادلة هي هي معادلة هي هي معادلة الانرجي او بتاعة الكواد برده هتلاقين اعمل لك الاسبات بس حتى عارف فين ساعتها بقى دي داش هتبقى فالكواد القوات كيرv هافكرك بالقوات كيرv هادي القوات كيرv الA داش ساعتها تبقى نفس المعادلة بس D داش هتساوي ايه هتعرف الداش هتンネルه أحصل الأشياء لو حط مكانها ايه اللي يعني أنظر دائما تو في في أول فترة بتاع D1 هو D1 يعني D1 هتشيل بس الداش تحط مكانها D1 ليه بقى حط مكانها هنا D1 بس مش D1 زي D2 لأن في الكوات كيرv ده أول مرحلة بتسحف فيها باور تمام لكن المرحلة التانية هنا اسمها الكوستين الكوستين دي أصلا انت بتفصل الكهرباء يبقى فيش باور ولا انرجي ولا اي حاجة هنا تمام يبقى ببساطة المعادلة دي هتوضل تعمل نفس الاسبات هتوصل لنفس الاسبات بس تلاحظ معايا هنا اهي الدي داش بتاعتك اسمها دي وان مش دي وان زائد دي تو ده الفرق تمام خاص يبقى ده كده شفنا ازاي نقدر نحسبها بالاكوشن السابتة اللي احنا اثبتناها دي تمام في شوية طلبات تانية وكن اطلبها منك في موضوع الانرجي ده اللي هو ايه قال لك في حاجة اسمها الاسبيسيفيك انرجي اوت يعني احنا عندنا حاجة اسمها الاسبيسيفيك انرجي حسبناها بوحدة الوات اور في حاجة بقى تانية اسمها الاسبيسيفيك انرجي اوت بوت طيب الاسبيسيفيك انرجي اوت بوت دي هي ايه هي الأوتبوت انرجي العادية اللي احنا لسه حاسبينها بالمعادلات اللي فوق بس سمها لي على حاجتين الويت والديستنس الويت اللي هو الديد ويت بتاع القطر والديستنس اللي بيمشيه تمام يبقى الاسبيسيفيك اوتبوت انرجي لو طلبت منك هي الاوتبوت انرجي بالوات اور مقسومة على الديد ويت في الديستنس ان كيلو متر عشان كيه الوحدة زي ما انت شايف وات اور على طن كيلو متر طريق لو طلبت بقى الانرجي كونسيومد او الالكتريكال انرجي سابلايد تو دا ترين الالكتريكال انرجي سابلايد تو دا ترين ايه ده هو ثاني محب هو الانرجي اللي انت عاب بتحسيبها دي كانت الاوتبوت انرجي اللي على الايه الويلز يعني الميكانيكال اوتبوت انرجي تمام طب انا بقى لو قلتلك انا عايز electrical input energy او بسميها consumed energy لو طلبت منك consumed specific energy يبقى ببساطة هتيجي تاخد specific output energy وتقسمها على efficiency هنا ما عنديش غير حكتين gears والmotors في الشابتر ده كله ما فيش اي efficiency غير حكتين كفاءة ال gears وكفاءة الموتور نفسه لانه طبعا يكون فيه لصص في الموتور سواء بقى لصص كهربية او لصص ميكانيكية تمام يبقى ده معدلات ال energy specific energy سواء specific output energy او specific consumed energy تمام طيب ده كده كان الشابتر بتاع traction كقوانين وهنا نحل عليها دلوقتي بقى بس مع التنبيه بقى انه عندي مجموعة units لازم تكون عارفها غير كده انا مش مسؤول عنك يعني غير كده بقى انت عايز تشتغل بالس اي unit على فكرة حقك يعني حقك تشتغل بالس اي unit ما عنديش مشكلة بس الاسبتات والقوانين وكل الحاجات دي مزبتة على ال units اللي قدامي ماشي فانا ما عنديش مشكلة لو انت حابب تشتغل بالس اي unit دي حاجة طبعا بتاعتك بس الساعتها يبقى انت المسؤول يعني لو طلعت الاجابة مش مظبوطة خلاص يبقى دي مشكلة اكيد تمام لكن اللي هيبقى شغال عادي بالوحدات اللي احنا كانت بينها دي يعني هقدر اكمل معال ايه المسألة مثلا يعني اشوف بقى هو عمل هنا ايه عمل هنا ايه لكن اللي شغال بقى نفسه بوحدات تانية يبقى هو المسؤول عن نفسه يعني المسؤول ان هو يطلع الاجابة صحة هو طلعه غلط بقى خلاص يعني دي دي مش بتاعتي انا بقى فالافضل بالنسبة لي ان انت تشتغل بالوحدات اللي قدامنا دي لان انا مزبط القوانين كلها على اساس طيب الفلوسيتي وحدتها هتبقى كيلومتر بر اور الاكسلريشن كيلومتر بر اور بر ساكند ديستنس هتبقى بالكيلومتر الفورس بالنيوتن الباور بالوات الانيرجي بالوات اور التورك بالنيوتن متر ده كده الوحدات اللي احنا شغالين بها طيب تعالا بقى نبدأ نشوف مجموعة من المسائل من الريفرنس طيب نقرأ السؤال ونبدأ الاجابة انتم معايا يا جماعة ولا فيها اي مشكلة معايا يا شباب تعالا نبدأ بقى بالأكسامبلز هنا نقرأ اول سؤال عندنا بيقول لك مشكلة التJP سرجالت Pero أول ساكند هذا التجاوز من weight هذا التجاوز بما يحتاج على الشهد dueниن تجاوز 0 الليلة أكثر الجهادavam يعني ها هي وفظية سايomes حيل. Next is the acceleration of a kilometer for hours per second and is paused at 3rd braking retardation. One is the speed time curve and the height distance is covered before a braking. تمام؟ تعالوا نشوف ايه الكلام ده الـ Sub-Urban يعني تربوزويد الكرة Sub-Urban اللي هو تربوزويدر ماشي؟ فين التربوزويدر اللي فكرنا بيه؟ ايدي التربوزويدر اللي هو اللي هو ده؟ ده التربوزويدر ماشي؟ تمام؟ حل هو عايز يحسب ايه؟ distance covered before breaking طب حد يقدر يقولي قبل بس ما نبدأ فين distance covered before breaking هتبقى ايه؟ يعني انت هنا عندك تلات نسفات D1 وD2 وD3 حد يقدر يقولي بقى before breaking distance هتبقى مين؟ D1 وD2 هتبقى D1 وD2 بالزبط كده D1 plus D2 ماشي؟ تمام؟ فانا محتاج بقى عشان احسب D1 وD2 محتاج احسب الـ Area فعشان احسب الـ Area يبقى انا محتاج احسب كل الازمنة وكل الـ Velocity ماشي؟ كل الازمنة واحسب الـ Velocity اللي هي الـ VM وانت هتحسب المساعة تحت الكيرف ازاي؟ لازم تحسب الـ Velocity ولازم تحسب الازمنة الـ Times كلها تمام؟ فهنحل الموضوع ده انه اول حاجة هو مديلي الـ Average Speed طب هو ايه Average Speed؟ كان عندنا قانون انه الـ Average Speed كان بتساوي الـ Distance الكلية على الـ Time الكل ده الـ Average Speed بس طبعا ما تنساش الـ 3600 اللي قلنا عليه يبقى ساعتها الـ Time الكل هيساوي الـ Distance في 3600 على الـ V-A ادي الـ Distance عندنا بـ 2.5 كيلو لازم كيلومتر مش 2500 متر لا لازم 2.5 كيلو في الـ 3600 الـ V-A بـ 45 خلاص من هنا تعرف تجيب الزمن الكل بتاع الرحلة دي تمام؟ حلو طب ايه المطلوب تاني؟ عايزين نحسب الـ VM قال لك عشان تحسب الـ VM هتكتب المعادلة بتاعة التربازويدا الكيرو اللي احنا اتفقنا عليها المرة اللي فات ايه المعادلة دي؟ ايه دي المعادلة بتاعة التربازويدا الكيرو اهي الـ VM Square في 1 على 2 ألفة زايد 1 على 2 بيتا مواصف VMFT زايد 3600 دي كان في معادلة تانية شبهها لمين؟ للكواد كيرو تمام؟ هسمي الـ الكونستانت اللي جانب الـ VM Square دا هسميه كي ماشي خلاص ايه دي كي تقدر تحسبه لان انت عندك الـ Alpha والـ B طبعا هتحطهم بالوحدات الـ Given اللي هي Kilometer per hour per second اللي هي الـ Acceleration والRetardation جبنك كي ايه المطلوب؟ اللي مطلوب الـ VM تمام؟ طبعا الـ VM دي انت تعرف تجيبها بالكالكوليتر بس انا كاتب المعادلة دي المعادلة اللي قدامكم دي يا جماعة اللي هي معادلة الفاكتوريزيشن يعني بجيب الفاكتوريزيشن اه يعني بص انتو عشان بس متخيلين المعادلة هي دي معادلة second order هحلها عادي خالص بالفاكتوريزيشن تمام؟ او تحلها بالكالكوليتر بس الكالكوليتر هيطلع لك حلين ماشي؟ دايما بنختار الحل الاقل لانه بيكون سرعة منطقية يعني السرعة الكبيرة دي بتخشي لها مثلا في 200 كيلومتر per hour 300 كيلومتر per hour دي سرعات مش practical قد ناخد الرقم الاقل لان انت عندك حلين فانا ريحت دماغي وقلت قادي بقانونه اللي هيحسب بيه الـ VM المفروض كان يبقى فيه positive و negative عشان انت عارف او ناقص جزر مش الكلام ده فانا لغيت دايما باخد الحل اللي هي ايه الـ اللي هو الاقل يعني تمام؟ المهم سواء بقى حلتها بالكالكوليتور او حلتها بالرول اللي قدامك هتوصل في النهاية انه الـ VM هتطلع بخمسين كيلومتر per hour يبقى انا كده اجبت الـ VM نارسلي الازمنة عشان اقدر اجيب الـ distance 1 والـ distance 2 فالازمنة تجيب T1 اللي هو VM على alpha الـ alpha اللي هو الميل بتاع الخط او الـ acceleration يعني فجيب T1 وتقدر تجيب كمان T3 اللي هو VM على الـ beta اللي هي الـ retardation جيبنا T3 اما T2 فهيبقى ايه بقى T2 هيبقى total time ناقص T1 وزائد T3 يبقى T2 اللي هو total time minus T1 plus T3 من هنا قدرنا نجيب كل الازمنة خلص كده انت جيبت كل الازمنة والـ velocity تقدر تخش ايه تجيب distance before breaking تقدر تقدر تعملها بطريقتين اما تقول انها D1 زائد D2 اما تقول انها D total ناقص D3 ايه ايه تمام فانا انا انا عملت D total اللي عندي ب2.5 كيلو ناقص D3 D3 اللي لايه ايه الarea اللي تحت الكيرف الاخير اللي هو تحت الكيرف بتاع retardation اللي هو تحت الكيرف بتاعته 3 فالarea دي هتبقى مص في VM في T3 وما تنساش تقسم على 3600 عشان تظبط الوحدة تمام خلص من هنا تعرف تجيب distance before breaking هتطلع 2.3 ومعليش لازم تركز بس في حاجات كده انه انا بقول لك total distance 2.5 فانت لو طلعتلي distance before breaking مثلا 4 يبقى انت مش هام حاجة يعني انت خلاص انت كده ايه انت دخلت في حتة مش فهم فيها حاجة خالص تمام فبالتالي ركز بس وانت يعني بتطلع ارقام تبقى logic يعني بلاش تحط ارقام غريبة حتى لو عندك مشكلة في الحسابات اكتب كومنت ان انا هنا عندي مشكلة انو ما ينفعش distance before breaking تطلع اكبر من total distance اكيد طيب ده كده بالنسبة لي اول سؤال اللي هو التربازويدل هنا السؤال برضو التربازويدل هنا بيقول لي تعاني اروا مع بعض بيقول لك اترين is required to run between two stations one point five килومتر a port بدا the distance او اه 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 36 كيلومتر per hour حد فاكر الاسكيدي والسبيد دي كانت ايه يا جماعة حد فاكر الاسكيدي والسبيد ايه دكتور كنت بني اسم اه بدل على بزود على ايه الكل تحت دات اللي تبلع تلسطوب ايه بالزبط كده كانت بتبقى القانون بتاع الاسكيدي هو total distance على مجموع two times الTIME العادي زاد الTIME بتاع الستوب بقى كمان منزود الTIME بتاع الستوب وبرضو ما تنساش تضرف 3600 قديني قلت كذا مرة في المحاضرة سواء دي او اللي فاتت ماشي تمام بيبعنا كده عندنا الفي سكيدي خمسة وعشرين ساكن حلو الريتارديشن بتالات اللي هي الريكين 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 وبيقول لي assume trapezoidal speed time curve احسب الاختياريشن لو الريشيو of الماكسما سبيد to الأفريج سبيد اسكز يعني الماكسما سبيد إلى الأفريج سبيد واحد بوينت وينت طب هو انا اصلا مش عندي الأفريج سبيد ماشي اه بس انا عندي scheduled speed اكيد استفيد بها تعال نشوف خانون scheduled speed نكتبه اهو كترناه ال v scheduled speed equal d 3600 على t run زائد t stop عندك v scheduled وعندك d وعندك t stop تقدر تحط تجيب من هنا t run قلص كده انت جبت t run اللي هو الزمن بتاع الحركة اللي هو فيه بقى اللي هو الزمن اللي تحت الكيرف يا جامعة شبس الموضوع يبقى واضح التي run ده هو الزمن اللي تحت الكيرف اللي هو فيه وفي ران و و و و وكلام ده كله طب التي ستوبس فين لا التي ستوبس مش عالكيرف ده تي ستوب ده يعني القطر متوقف أصلا ما له السرعة طب التالي مش عالكيرف ده تمام طيب يبقى هي التي الطبيعية اللي احنا بجيشتغل عليها مع بعض على طول يبقى ايزا ال v average هتساوي ال d على total distance على total running time بس في 3600 من هنا تعرف تجيبي average speed جيبت average speed وهو مديلك نسبة maximum speed إلى average speed تطلع من هنا ايه maximum speed يبقى maximum speed اهي قدامنا اربعة وخمسين كيلومتر جميل تمام هو دلوقتي طالب كل ما هتتزنق في المعادلات بتاعت الترابازويدا الكيرف او الكوات كيرف اكتب الاكواشن ال second order هتحللك الموضوع تمام يعني انت هنا اهو قعدت تجيب ال vm ماشي طيب جبنا ال vm هو طالب ايه هو طالب ال اه ال 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 خلاص يبقى تكتب طالما انت هل انت عندك t1 ما عنديش t1 مثلا ولا عندي اي حاجة من الازمنة اللي هي t1 و t2 و t3 طب خلاص ايه اللي حلتك هنا اللي حلتي هنا انه هو كل ما تتزنق تكتب المعادلة بتاعت second order اه معادلة second order ماشي كتبنا معادلة second order بتاع الترابازويدل عندي فيها كل حاجة معادة الالفا تقدر تحسب الالفا وطبعا هتبقى بوحدة ال kilometer per hour per second بص يا جماعة بالنسبة لي لازم في الامتحان لو دبتلك اسئلة زي كده على التراكشن لازم تكتب لي اليونت لازم تكتب لي اليونت انا مش اخمن اليونت ايه تمام لان طبعا الموضوع فيه يونت كتيرة فانا مش اخمن اليونت ايه معلش بعد اذنك اكتب لي اليونت اللي انت شغال بيه خلاص والافضل زي ما قلت ان انت تشتغل بطريقة اليونت اللي احنا اللي انا قلتها في المحاضرات هي دي اللي انت بتشتغل بيه تمام ده افضل حاجة قس برضو لازم في الامتحان تكتب لي اليونت بتاعة كل حاجة بالزات في جزئية التراكشن دي تمام طيب يبقى ده تاني سؤال على الترابوزوي تالت سؤال اللي هو طبعا طالما في كوستنج السؤال في كوستنج هنا فده هيبقى كوات كيرف يعني ماشي فالسؤال التالت هتلاقي فيه كوستنج كلمة كوستنج دي بقى ده ده كوات كيرف تعال نشوف ايه السؤال ده بيقول هنا train runs between two stations 1.6 كيلومتر a port يبقى دي 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 لك average speed ودي لك maximum speed ال V1 طبعا ال اللي هو الكوات كيرف ده بيكون الكيرف عامل كده كده اللي هو بيكون acceleration بعدك خري بعدك كوستنج كوستنج بعدك كوستنج تمام فالvelocity اللي فوق دي بتبقى اسمها V1 ماشي لان maximum velocity يعني طيب مديني acceleration والretardation 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 احنا عندي costing retardation وعندي retardation بتاع breaking الbreaking retardation مديني كل retardation يعني او كل acceleration وبيقول لي بقى احسب الازمنة duration T1 والT2 والT3 طيب عشان احسب الازمنة يبقى انا محتاج اجيب ايه الvelocity اللي V1 والV2 اللي دي رحكيت عشان عشان احسب الايه acceleration يعني مثلا انا جماعة حد يقول لي acceleration او alpha هي بقى يساوي كامل acceleration alpha ده يساوي ان دي مثلا على الصوت كامل عشان شام السام احسب احسب تي maximum على T1 مزبوط صح مزبوط فعلا ال acceleration هي ساوي V1 على T1 مزبوط طب حد يقول لي acceleration ده او ال retardation ده اللي بيسموه الكوست حد عارف ده يساوي كام لو احنا عندنا هنا الزمن ده T2 فال كوست ده يساوي كام V1 من V2 على T2 ايوة بالزبط كده V1 نقص V2 على T2 فرق ال T2 وطبعا ال beta اللي هي breaking retardation هتساوي V2 على T3 فدي حاجات بسيطة يعني ايه نقدر نحسبها ما فياش مشكلة خلص طيب ادي زي بتاعات المسألة احنا مطلوب مننا نجيب الازمينة فأشوف ايه الجيفن اللي عندي الجيفن اللي عندي اللي هو الأverage speed خلاص هنكتب قانون الأverage speed ادي قانون الأverage speed انه الأverage speed بتساوي total distance على total time ف3600 فطبعا من هنا نعرف نجيب total time ب160 سكن حل جبت total time اللي هو 160 سكن عايزين بقى نجيب times اللي هو طلبها T1 وT2 وT3 فT1 هي V1 على الف عندنا T2 V1 is V2 على beta costing اللي هي costing retardation V2 مش عندنا V2 مش نعرفنا تمام طيب طبعا لو احنا V1 كم اديها لنا V1 72 كيلومتر ما هو بيقولك maximum speed 72 كيلومتر limited to 72 كيلومتر يعني هو مندي لك V1 بس مش مندي لك V2 تمام فخلاص يبقى انا كده مش عارف اجيب T2 T2 هتبقى V1 nice V2 على beta costing عندي V1 وعندي costing retardation بpoint 18 لكن مش عندي V2 طيب T3 T3 V2 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 beta V2 على 3 point 6 ماشي تمام اعمل عشان اجيب V2 ما انت عندك ان مجموعة times دول مجموعة 3 times دول ب160 seconds اللي هو total time خلاص يبقى انت كده اه دي المعادلة total time equal T1 زائد T2 زائد T3 عندي المعادلة دي فيها مجول واحد اللي هو V2 تقدر تحسب خلاص يبقى انت كده تقدر تحسب بما انت حسب T2 V2 خلاص يبقى انت تقدر تحسب T2 والT3 بسهولة وفيش اي مشكلة في مشكلة يا جماعة في السؤال ده يا شباب في حد عنده سؤال هنا طيب السؤال اللي بعده يقول لك هنا 250 طن motor coach drive driving by four motors يعني عندي 4 مواتير تام حلو 4 مواتير اهو takes 20 seconds to attain speed of 42 km per hour starting from rest on an ascending gradient of 1 over 80 اهو حد يقدر يقول لي 20 seconds ده ده بيمثل ايه عجما يعني هو بيقولك انه المطور خد 20 ثانية to attain speed of كذا عشان يوصل للسرعة الفولانية starting from rest حد يقدر يقول لي t1 ده تمثل ايه time ده تمثل ايه t1 يعني واضح t1 انه بيقولك انه ابتدى من السبات ووصل لسرعة الفولانية اذا هو حمل acceleration سرعة تزال اذا t1 t1 لولa 20 seconds طيب وده لك ascending gradient 1 in 80 يعني 1 in 80 يعني بيرتفع 1 متر كل لما بيتحرك 80 متر لأ طب احنا gradient كنا بنعرفه ازاي لازم يبقى عندي 100 متر لازم يعني يتحرك 100 متر ف وبالتالي gradient الرقم g يبقى 1 على 80 في 100 ببساطة كده هتقول هو طلع 1 لما مش 80 والمفروض بيطلع g لما بيمش 100 ده اللي احنا قلينا بيطلع g لما بيمش 100 خلاص اعمل cross multiplication تمام يبقى اذا g هتبقى 1 على 80 في 100 خلاص 8 يبقى ده g اللي هو g تبقى 1 وربع طيب المطلوب بيدي لك الاول g ratio 3 ونص ال g ratio 3 ونص هي g ratio دي كانت ايه كانت حاجة اسمها D على D1 او الجاما ارجع بقى المحاضرة اللي فاتت ال g ratio دي كان اسمها الجاما تمام الجاما 90 في الماء ال wheel diameter 92 صمتي train resistance 40 newton per ton طيب بص عشان بس ايه دماغك ما يعني ما تروحش بعيد عموما في المسائل دي كده كده انا ما عنديش في المنهج غير قانونين للفورس للتراكشن فورس ما عنديش غير قانونين للتراكشن فورس طيب ايه هم القانونين ساعدنا نفتكرهم المحاضرة اللي فاتت ساعدنا نرجع لشوف المحاضرة اللي فاتت فين قانونين الفورس دي بقى كان عندي قانونين ايه دي القانون الاول الفورس اهي اللي هي اللي هي علاقة بالأكسلريشن اهي وليه علاقة بالجريديانت والريزيستنس الريزيستنس دي اللي هي اللي كانت جاي نتيجة الفريكشن يعني وحدتها ايه الريزيستنس دي نيوتن بيرتون الار دي وحدتها نيوتن بيرتون تمام يبقى ده قانون الاول للفورس ففي قانون تاني للفورس بدلالة التورك اهو ده الفورس نفس القانون يعني نفس الفورس الفورس دي هاي هاي اللي فوق بس دي قانون تاني او بإكسلريشن تاني ايه محتوى الإكسلريشن ده بقى الفورس دي هتساوي الفيشنسي الفيشنسي بتاعت الجيرز او بيسموه ترانسميشن الفيشنسي في التورك في اتنين جاما الجاما دي الريدياس بتوين تو ديامترز دي على دي وان دي على دي وان لو رجعت بقى تلاقي الدي اللي هي الجير ديامتر او الجير ديامتر والدي وان هو البينيون ديامتر بتاع الموتور البينيون بتاع الموتور ماشي ترجع المحاضرة اللي فادة تلاقي التفاصيل يبقى الجير الريدياس دي على الدي وان خلص حلو طب والدي اللي تحت دي اللي تحت خالص دي ده الديامتر أو الرود ويل اللي هو الديامتر بتاع العجلة الخارجية بقى خالص ده الدي وبالمناسبة الدي اللي هنا دي بالمتر اللي بقى لك الشب strangely يعني برضو أنت لازم تكون فاهم ايه دي دي الديامتر بتاع الديامتر مش الديمتر مش الديمتر فالدي اللي هنا دي هي الديامتر ووحدتها بالمتر اللي هزم تحطها بالمتر تمام يبقى خلي بالك من التنبيه ده قديني قلتها هو عشان بص أنا قلت هنا والناس هتغلط برضو في في السؤال الدي اللي هنا في معادلة الفورس مش مش الديستانس كفرد لا 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 خالص الدي اللي هنا دي هي الديامتر تتحط بوحدة ايه المتر أظن كده واضح اللي أنا بقوله طيب يبقى نرجع للسؤال هنكتب فعلا قانون الفورس اللي نوعيز التورك خلاص طالما دخلني في التورك يبقى أنا هكتب قانونين الفورس اللي معنديش غيرهم هن قانون الفورس الاولاني هو ايه الفورس 277.8 في الWE في ألفا زائد 98WG زائد WR تعال ناخد بقى تيرمتر الWE هو ايه الWE هو اعلى شوية من ال dead weight قلنا الweight نتيجة الacceleration بيزيد شوية طب بيزيد قد ايه؟ تعال نشوف هو قال لك انه اهو الروتاشنال inertia is 10% of the dead weight يعني ايه؟ يعني الروتاشنال inertia يعني الزيادة اللي هتحصل في الوزن هتبقى 10% من dead weight يعني من الاخر الWE هيبقى كام 1.1W 1.1W يعني هو W نفسه زائد 10% كمان زيادة من الWE يعني هيبقى 1.1 من الWE تمام الdead weight كان ب250 طن اهو خلاص يبقى الWE بكام 1.1 في 250 جميل خلصنا الWE جميل اهو الالفا الالفا مش مديهالي بس هو مديلك الWE maximum والT1 الWE maximum اهي السرعة للوصلات 42 كم per hour والT1 ب20 سند خلاص يبقى ايزا الالفا هتبقى VM على T1 تقدر تحسب الالفا الWE عندنا بين 2.50 طن الWE لسا يلين ان هي بواحد وربع الWE قلنا given والR given بس تأكد من الوحدة نيوتن برطن تمام 40 يبقى الR given كمان ب40 حلو يبقى انا من هنا اقدر احسب FT الفورس بكان طبعا بواحدة النيوتن ده ده اول خطوة تاني خطوة اكتب قانون الفورس in terms of التور قانون التاني للفورس ادي قانون التاني الفورس عندي عندي الجاما اللي هي جير ريشيو ب3.5 عندي اليتا اللي هي اليفشنسي بتاعة الجير الD الD هو الديامتر off wheel من جول 92 سنتي فهيبقى 0.92 ميتر ميتر واضح يا جماعة ولا لأ الD هي الديامتر بتاع الويل given ب92 سنتي يعني 0.92 ميتر يبقى اذا الD هي الديامتر بتاع الويل مش الدستان كفر ده كلام ده فين في قانون الفورس والتور تمام طيب خلص من هنا اه دي المعادلة المجهول الوحيد هو التور يبقى انت عندك الفورسة هي وعندك كل حاجة معدد التور تحسب التور بس هو عايز التور بتاع الوان موتر وانا عندي اربع مواتين يعني ياخد الرقم ده اسمه على كام على اربعة يبقى ده كده وطبعا وحدة التور في الجزء ده بتكون نيوتن ميتر تمام طيب اه حد عنده سؤال يا جماعة في المسألة دي ها حد عنده سؤال في المسألة طيب ده السؤال للرب تعال نشوف السؤال الخمس 120 ton motor starting from rest on an ascending gradient 2% 2% ده معناه يا جماعة نجيب كام 2 تمام يبقى 2 على المية يعني نجيب 2 ماشي add speed of كذا يبقى السرعة اللي هي اللي وصلها 36 km per hour if the train resistance is كذا بس خلي بالك train resistance بكيلو جرام برطن كيلو جرام برطن دي ما تنفعنيش يعني ما تقول ان الhour بتساوي 2 كيلو جرام برطن ده ما ينفعش كلام ده يبقى ايه لازم نيوتن متر فتضرب الكلام ده 9.8 عشان تبقى نيوتن pair ton يبقى لازم تحول الكيلو جرام لنيوتن احاوله ازاي اضرب 9.81 تمام يبقى انا كده الhour عرفته الjil efficiency 93% والmotor efficiency 95% عايزين نحسب الكارنت المسحوب من الموتور لو كذا كذا الكارنت الموتور اكيد ده عايز يحسب الpower طب هو ايه قانون ايه قانون اللي عندي اللي علاقة بالpower حد يبقى يقول كده ايه قانون اللي علاقة بالpower قانون الpower ايه هو اصير قانون الpower ايه الpower الinput اه الpower اه الpower عموما vi في number او طبعا اه الpower الinput تمام vi في number of motors لو في يعني اكتر من لا الpower الoutput اللي هو بتاع driving wheel الفورس في distance على time اه الفورس يعني لا انا مقلتها كده الفورس في velocity تمام الفورس في velocity الف t في velocity 1000 على 3600 ده كان قانون ال power output ماشي عشان بس نبقى عارفين الحتة طيب طبعا بصوا مفروض هنا السؤال هو وهنا مفروض طبعا يقول لك at a constant speed فهنا مفروض ازود هنا at a constant speed عشان بس بالموضوع الواضح فهو بيقول لك هنا ان الموتور بيتحرك ب 36 km per hour لي انا كتبت لان بص لو كان القطر بيتحرك بسرعة متغيرة يعني بي accelerate انا مقدرش اسألك ساعتها عن current ليه بص لو القطر بي accelerate لو القطر بي accelerate يبقى سرعته بتزيد وطالما سرعته بتزيد power equal force في velocity يبقى ايه الpower بتزيد ولو الpower بيزيد يبقى current بيزيد صح كده اه يبقى خلي بالك current لو سألتك عن el current يبقى تعرف ان انا اقصد el current في حالة free run او constant speed انه اشغال بconcent speed عشان يبقى الطيار constant لكن خلي بالك برضو بحاجة لو انا قلتلك اسمع بلا انا اقوله ده عشان ده مهم لو انا قلتلك ان القطر بيعمل acceleration يعني سرعته ايه بتزيد حلو قلتلك بعد اذنك احسب لي maximum current اثناء العملية دي فال maximum current ده بيحصل فيني يا جماعة حد يقدر يقول لي maximum current ده بالزبط كده المكسوم current هيتسهب عند المكسوم speed ماشي بس خلي بالك من حاجة خلي بالك من حاجة وانت بتحسب الفورس وانت يعني هكتبونك الحتة دي عشان ايه عشان اجيبها في الامتحان يعني بس عشان انا برضو ايه يعني قلتلك الفكرة وما خبيتش عنك حاجة بص اسمع اللي انا هقول عليه ده موين بص لو انا قلتلك add acceleration كلمني عن الفورس هتقوللي الفورس بتساوي ايه هتقوللي الفورس بتساوي 277.8 الالفا زائد 98.1 WG زائد WR تمام سؤال جماع أثناء acceleration في فورس ولا لا لا في فورس طبعا تمام ثبت ولا لا ثبت فورس ثبت لان الالفا از الالفا از الالفا الالفا از الالفا الالفا طيب كلمني عن الباور الباور سابت او لا بتزيد يا شباب at acceleration الالفا سابت او لا بتزيد بتزيد زيد الالفا increase حلو as الالفا velocity increase وانت عرف ان الالفا اقوال الفورس الالفا 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 على 3600 دي معلومة جانبية فطول ما الالفا 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 current او maximum power focus at v maximum صح كده يعني بص الpower اللي قدامك دي الpower اللي قدامك دي هتساوي الft الft ده هل هيتغير نتيجة اي حاجة لا لا الft ده ثابت اثناء الفترة دي كلها الft ثابت اثناء الفترة دي كلها طب ال v والله هتقول اللي بقى لو انت عايز maximum power احط لك maximum velocity صحي كده maximum power يبقى تحط vm بس كده ماشي واضح اللي انا بقوله يا جماعة ولا في مشكلة في الحكتة دي سمامة دكتور حاجة حاجة تانية at free run at free run free run دي اللي هي المنطقة التانية اللي هي منطقة التي اتنين اكتب لي معادلة الفورس معادلة الفورس اه معادلة الفورس هنا هتساوي هل في acceleration اثناء free run لا هل في acceleration لا معادلة الفورس مش هتحتوي على الترم بتاع الacceleration هتحتوي على الترم ده بس ده زائد ده اه جميل طب الpower constant ولا متغيرة constant عشان ال velocity constant وبالتالي current is constant طب الpower قانون هاي هو نفس القانون ايه اللي غير يعني ft في v في الف على 3600 بس طبعا طبعا الpower دي الpower الميكانيكية الpower الكهربية تقسم على efficiency في بتاعة الموتر والجير يعني هنا تقسم على الجير والموتر لو انت عايز power electrical ونفس الكلام هنا تقسم على efficiency لو انت عايز power الكهربية واضحة يا جماعة الكلام ده ها تمام دي بس نوت جانبية عشان ايه لازم تبقى انت فاهم انت بتشتغل ازاي للforce والpower لازم تبعرف امتى الpower constant وامتى الpower بتضغير طبعا نرجع للمسألة المسألة بتاعتنا كانت at constant speed يعني انه بيعمل free run ويشغل free run دلوقتي طب ايه المطلوب الcurrent طيب واحدة واحدة بقى add constant speed عشان اجيب current فانا محتاج اجيب power عشان اجيب current فانا محتاج اجيب power وعشان اجيب power قانونها في force يبقى انا ببساطة عشان اجيب current محتاج اجيب power عشان اجيب power محتاج اجيب force خلاص يبقى اروح احسب الفورس الاول يعني الفورس بكام قال لك الفورس هو انت شغال ايه constant speed خلاص constant speed يبقى الفورس يحتاج على الترم بتاع الacceleration يبقى الفورس اهو 98.1 في W G زائد W R طبعا ال R بعد اما ضبطت مع وحدتها يعني بعد اما ضربت 2.81 عشان احولها من كيلو جرام بير نيوتن إلى من كيلو جرام بيرتون إلى نيوتن بيرتون طبعا زبطت وحدة ال R جميل جبت من ايه مين ال F تي حلو جبنا ال F تي اروح اجيب ال Power وبعد كي اروح اجيب ال Current طيب نروح نجيب ال Power ايه قانون ال Power ال Power هو ال F تي في Velocity في 1000 على 3 تقفز 6 انا Velocity ما عنديش غيرها اصلا ال Velocity اللي هي ال Conrastant Speed اللي هي 36 خلاص يبقى انت عندك ال Velocity اللي هي 36 جميل ايه دي Velocity ايه وال F تي لسه حسبنا تقدر تجيب ال Power جبنا ال Power هل دي ال Electrical Power لا اما ال Electrical Power ايه Equal ايه Equal Mechanical Power او Output Power مقسومة على ال Efficiency بتاعت الموتور وال Efficiency بتاعت الجير ودول عندين فادي اه ال Electrical يساوي ال Power Output على ال Efficiency او سوري اه ال Electrical هتساوي ال Power Output بتاعت ال Wheels على ال Efficiency بتاعت الجير في ال Efficiency بتاعت الموتور طيب في بس حاجة تانية ملحوظة جانبية يعني لو انا سألتك على ال Power Output من الموتور على ال Power Output من الموتور هي ال Power اللي رايحة لل Wheels لا فيه Gears فيه Gears ما بينهم خليه بالك فيه يعني انت تخيل معايا دايما حاجة زي كده دايما برضو يعني ممكن نحطها معا مع نوت برضو كده هزود لك برضو الحتة دي بص آ آ دايما نحن عندنا آ آ آ آ داخل على Gears دي بقى ال P output وده P input الكهربي وده efficiency بتاعة الموتور وده efficiency بتاعة الجيل فلو قلت لك ال P output motor على P output فده يساوي إيه efficiency بتاعة الجير كفاءة الجير طبعا لكن ال P output على P input هيساوي efficiency بتاعة الجير في efficiency بتاعة الموتور خلاص فيبقى الرسمة دي قدامك دايما عشان تبقى متخيل الموضوع طبعا فهنا عندنا مرحلتين مرحلة الجير وال motors قلت لك هات power output على wheels دي بديل output النهائي خالص اللي على اليمين خالص لكن output بتاعة الموتور ده حاجة تانية output بتاعة الموتور ده قبل output النهائي الفرق ما بينهم بال efficiency بتاعة الجير س بنرجع للموضوع احنا اللي حسبنا ده بال فور اتفضل في النقط اللي حضرتك نقسم البي motor على gery efficient او او يعني انت قصدك دي دي العكس صح او او على البي output motor مظبوط صح مظبوط يا شباب يعني الoutput على input على الداخل يساوي efficient مظبوط دي بس غلطة مطبعية ده كده واحد وده تلك مظبوطة كده طيب يبقى احنا كده اه 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 الpower الpower اللي انت عابت تحسباني دي ايه دي power بتاعت output النهائي خالص لان فيها force حلو حسب ته طب الpower ال input الpower الكهرابي هتبقى ايه هتبقى output power بتاعة ال wheels مقسومة على efficiency بتاعة gears والmotors خلص عندي gears والmotors efficiency نجيب ايه ال electrical power جبته electrical power دي equal ايه v v v طبعا هنا ممكن الشيطان يقول لك ايه v في cos phi تمام لا لانه قال لك ان ال voltage اللي انا بشتغل عليه هنا dc ال voltage هنا dc تمام خلاص فبالتالي ال p electrical v اي بس ماشي وانا عموما مش هدخلك في قصة ال cosine phi دي خلص يعني هي دايما هتشتغل v خلاص يعني دايما اعتبر معاك انه الموتور اللي شغل dc dc motor وبالتالي power electrical هي v i v v ماشي محدش اكتبلي cosine phi خلاص هتشتغل دايما dc يعني اعتبر ان كل الشغل بتاعنا dc وبالتالي electrical power v i فقط خلاص عندك v 1500 طرف تجيب الا i تبقى مسألة دي بتناقش موضوع power تقدر تحسب power زي ما شوف تحسب الاول output power من خلال قانون force وبعد كده تحسب الايه ال input power بال efficiency وفي الاخر تجيب الكر طيب وهنا كان طالب حاجة ثانية قال لك ايه بص نطلب ب if the power is cut off how long the train will take to come is cut off يعني هو كده شغال ايه جماعة كده شغال ايه لما قطع يعني فصل الكهرباء وساب القطر ايه يقف مع نفسه غير ما يدوس فرامل يبقى شغال ايه كوستنج يا دكتور كوستنج بالزبط كده هو كده شغال كوستنج فقط تمام هو بقى بيقولك لما اشتغل كوستنج قولي القطر هيوقف بعد زمن قدي اه بص يعني احنا دلوقتي كأن الكيرف بتاعي هو كان كده كده بس ده كوستنج حتة دي بقت كوستنج مش بريكينج ماشي حل فعشان اجيب الزمن ده اللي هياخده القطر عشان يوقف تمام طبعا هياخده القطر عشان يوقف بعد لما فصل الكهرب ماشي بعد لما فصل الكهرب هياخد وقت قدي عشان يوقف القطر هو تي 3 الزمن تي 3 هو ده الزمن اللي طبعا عشان نحسب الزمن تي 3 ده فانا محتاج احسب ايه الفيلوستي دي طبعا عندي ب36 كيلومتر بر او ايه الفيلوستي طب جميل يبقى نالسلي بس البيتا سي تمام بص البيتا سي دي انت ما عندكش اي معلومة عنها يعني متعرفش اصلا اي حاجة عنها ولا تعرف ولا تعرف اي حاجة في المسألة دي طب اجيب البيتا سي ازاي حد بقى يفكر كده معاه يقول ازاي اجيب البيتا سي ولا ما عندكش اي معلومة عن الايه ولا ولا الحاجات دي كلها اعمل ايه حد عارف طب ايه في المسألة فا دكتور فكرت في في ام على تي تلاتة ايه لا في ام منص في نزره على تي تلاتة في ام منص زره على تي تلاتة ايو دي البيتا سي ماشي البيتا سي هي البيتا تلاتة حال فين تي تلاتة بقى انا عايز تي تلاتة اصلا ومش عندي البيتا سي انت فاهم مشكلة فين وان عندي اللي هيعكسني بس اللي هو الفريكشن ايو بص بقى مظبوط كده زي مباش ماند سي 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 يعني انا دلوقتي قلت لك اثناء ال acceleration force constant اثناء run اللي هي free run force constant تقدر تحسيب طب اثناء ال costing الفرس بكام هيا يا جماعة الفرس اللي انت بتديها للقطر الفرس بزيرو اه دكتور زيرو زيرو بالزبط كده الفرس زيرو انا ما بديش اي force الفرس اللي احنا كتبنا في القوارين بتاعتنا دي هي الفرس اللي انا بديها للقطر يعني ال input تمام هل انت عندك input force لأ ما عنديش تمام ده اثناء costing طب واحد يقولي طب اثناء breaking الفرس كام لأ مش هقول لك خالص اثناء breaking الفرس كام يعني دي مش قصتنا خالص ليه لان اثناء breaking انا كده ما بديش للقطر force كهربية بس بديله force تانية ميكانيكية يعني بديله فرامل صحيح كده فبديله force تعكسه فمش هدخلك خالص في الميكانيكس بتاعت zero انت ببتدرش اي force انت سايبه مع نفس صحيح كده هو هيوقف مع نفس تمام يبقى خلي بالك المعلومة دي مهمة برضه ان اثناء costing FT equal zero اثناء costing FT equal zero حلو وانا هنا قلتلك قلتلك ان power is cut off يبقى ده اثناء costing خلاص power is cut off هل انا هيوقف بقى مع نفسه كده لما تسيبه مع نفسه تفصل عنه كهربة وتسيبه مع نفسه يقف هو ده اللي احنا عايزين نهرب فهنيجي نكتب معادلة force تعال بقى نشوف المسألة دي معادلة force هي بيقول لك in the case the power is cut off then the operation is costing الpower اللي انت تدياله كام zero يبقى FT power zero طيب بقى FT بزي حل فين معادلة للFT هتقول خلاص هنشير الترم بتاع الacceleration غلط ليه لان فيه acceleration هنا بس negative acceleration اللي هو يسمون retardation بقيمة كام negative beta c ليه حطتها negative لان المعادلة دي لازم اضبطها وحط الاشارة السليمة بتاعة الacceleration المعادلة دي acceleration ولا deceleration لأ دي يبقى negative beta c يبقى تكتب معادلة الفورس قدامك المعادلة الطبيعية بتاعة الفورس بس هتشيل الالفا تحط negative beta c ليه لانها شغال costing طيب وكمان الفورس دي لازم تبقى كاما يا جماعة zero لانها شغال على costing operation دلوقت فالفورس بزيرو والالفا بتشالها تحط مكانها negative beta c تمام خلص ده اللي عملت يبقى معادلة الفورس قدام ايه الفورس بصفر بالacceleration اسمها negative beta c وعندي كل الباقي اقدر من هنا احسب beta c بكاما جبت beta c يبقى اذا time taken to rest اللي هو t3 يعني t3 هيساوي vm على beta c vmaximum اللي هي constant speed اللي كان شغال عليها على beta c تمام يبقى ده كده ايه time taken يبقى خلي بالك الموضوع ده لما اسألك ان power is cut off يبقى انا شغال costing costing يبقى معادلة force بتساوي 0 والacceleration بيساوي negative beta c تمام يبقى معادلة force هتحط الacceleration هنا ب negative beta c بس وهو ده هيبقى المجهول الوحيد خلاص واضح الفكرة دي يا جماعة لما اقولك power of تعمل ايه لما اقولك power cut off تعمل ايه تمام يبقى دي كده ايه السؤال خمسة سؤال ستة تعال نشوف سؤال ستة هنا بيقولك بقى a 400 ton goods train is to be hold by a locomotive يعني بيتجرر بلوكوموتيف اللوكوموتيف ده اللي هو العربية تلجرر تمام gradient 2% يعني gb2 بيدي لك acceleration بيدي لك حاجة اسمها coefficient of adhesion تمام ايه coefficient of adhesion ده احنا قلنا انه لازم f traction لازم تكون اقل من coefficient of adhesion ده في ال adhesive وي ايه ال adhesive weight دي اللي هو ال weight بتاع اللوكوموتيف او بتاع عربية الجر لوحدة ماشي تمام ده ده عشان to avoid slipping to avoid slipping عشان ما يحصل انزلو العجل يلف يعني ما حصلوش slip طيب نكمل وما بدي لك الcoefficient of adhesion بعشرون في المية الترك resistance لال الر الاффектив rotating mass عشرة في المية of the dead weight يعني w 1.1 من w حتلي weight of the locomotive and number of axles if the axle load is not to increase beyond 22 ton طيب ما علينا تعالي نشوف واحدة واحدة بس كده givens هو في النهاية مديلي givens بتاعت قانون force حيلا طيب هو قانون force ايه هو قانون force هو 277.8 في w e في alpha زائد 98 w g زائد wr هنشيل قولنا w e نحط مكانها 1.1 1 w طيب بس في نقطة هنا عايزين نتكلم عليها هو الweight هنا بكام اه بص النوعية دي من المساء اللي انا ادي لك فيها وزن القطر وزن القطر وقولك ان في locomotive تمام يبقى الweight deadweight بتاعي هيساوي وزن القطر اللي هو اسم training weight زائد او بيسموه trailing trailing weight زائد ال w بتاع locomotive يعني w او deadweight بيساوي trailing weight زائد ال adhesive او locomotive weight اللي هو وزن عربية الجرية ماشي ده الweight الكل بتاع القطر تمام طبعا الموضوع ده هتديولك بس في المسائل اللي فيها coefficient of adhesion غير كده طالما ما تدتكش coefficient of adhesion خلاص تشتغل بال w الطبيعية اللي احنا شغالين بيها في المسائل كلها إلا المسألة دي المسألة دي بالزيت اللي فيها coefficient of adhesion هتدي لك وزن trailing اللي هو وزن القطر الوحد وزن اللي كوموتيف ده ممكن تديولك أو هيبقى مجهول زي المسألة دي تمام حل يبقى خلي بالك ان w في المسألة دي هو 400 اللي هو وزن القطر نفسه زي w l اللي هو وزن اللي كوموتيف حل المهم ان الفورس اللي بتأثر على القطر باللي كوموتيف هو الرقم ده طبعا ده لسه مجهول لانه ال w معرفهاش ماشي ال w انا معرفهاش لسه لانه فيها w l مش معروف طيب ايه اقصى فرصة ممكنة قالك اقصى فرصة ممكنة هي الم في ال w adhesive او ال w l طيب يبقى ft equal point to w l دي المعادلة التانية يبقى انا عندي معادلة اولة بتقول l ft بدلالة ال w ومعادلة تانية ال ft بدلالة w l خلص هتساوي المعادلتين ببعض ايه دي المعادلة الاولى بدلالة w والمعادلة التانية بدلالة w l مع العلم طبعا ان ال w هي 400 زائد w l اللي احنا قلنا ال dead weight هو 400 اللي هو ال w بتاع trailing زائد locomotive weight يبقى المجهول الوحيد في المسألة دي هو اللي كوموتيف weight حسب نه طيب هو بقى طالب ايه اصلا هو بيقولك ان المفروض اللي كوموتيف ده بيكون في حاجة اسمها axles axles دي اللي هي المحاور يعني تخيل عربية الجر دي بيكون لها محاور تحتها عشان يحط عليه العجل طيب هو بيقولك ان المحور الواحد يشيل لغاية 22 او if the axle load is not to increase beyond 22 طن يعني اخره طن خلص وانت دي اصلا وزن اللي كوموتيف 152 طن يبقى تقسم 152 على 22 وتقرب للرقم الاكبر عشان تجيب عدد المحاور اللي انا محتاج في عربية اللي كوموتيف دي عربية الجر دي فوزن اللي كوموتيف تاخده تقسمه على 22 هيدي لك عدد ال 6.9 هتقرب ها الى 7 تمام ولو طلعت 6.2 هتقرب ها ال7 برضه دايما بتقرب للأكبر بتقرب للرقم الأكبر في حكاية ال number of axles دي ماشي يبقى تاني يا شباب المسألة دي ببساطة مدي لي التريل الو اللي هو وزن القطر واللو كوموتيف مش مدي وزنه ودلك coefficient of adhesion خلص يبقى كل الحكاية ان انت هتكتب قانون force العادي وتسويه بقانون force maximum اللي هو الميو في W locomotive خلص منها تعرف تجيب W locomotive وتعيش حياتك بعد كده ما فيش مشكلة طيب ده كده السؤال 6 سؤال اللي بعد كده 3000 ton train طبعا ده يعني is started with a uniform acceleration and reached a speed of 40 km per hour in 24 seconds حد يقدر يقول ده ايه ال 40 km per hour ده طبعا ده ايه V1 V maximum اه V maximum وال 24 seconds T1 T1 بالظبط كده هو وصل للسرعة دي في خلال الزمن ده بقى ده T1 و V maximum مظبوط assume trapozoidal speed time find the specific energy consumption if the rotational inertia is 8% retardation is كذا distance between stops is كذا 8% من dead way retardation عن energy طب واحدة واحدة كده من غير ما نتفزلك كتير يعني احنا عندنا قانون energy عندنا قانون energy في وفي ال ال اكتبوا بالأول يبقى قانون energy ايه هو هو ده قانون output energy لسه ال specific هقسم على w of d بس خلينا الاول نتكلم على output energy ال output energy انا شغلت trapozoidal فهو القيم دي ومع العلم طبعا ان هنا d 1 زي d 2 لو كنت شغال كوات curve يبقى d 1 اللي في الاخر دي هتبقى داش هتبقى d1 plus d2 تعالى نشوف ايه اللي عندي و ايه اللي مش عندي ال vm عندي اللي هي ال اه 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 اللي هي ال 40 كيلومتر او اللي هي maximum speed دي عندي w e 1.08 في w عندي برضو انا عندي w بتلتمام طيب g g بصفر g اجيب صفر لانه قال لك level track اه يعني ملوش gradient تمام level track يعني طريق horizontal ملوش gradient تمام وبالتالي دي zero ال r given يبقى انا يصل لك مين d1 و d2 طيب عشان اجيب d1 و d2 فانا محتاج الازمنة محتاج d1 وال t2 تعالى نشوف d1 جيبها ازاي طبعا انت يعني d1 سهلة انت عرف تجيبها مفاش مشكلة d1 هتبقى عندك vm و عندك t1 فدي سهل لكن الكلام على d2 دي مش سهلة بقى دي هجيبها ازاي بص احنا هنعملها بطريقة قال لك ايه قال لك طيب هو انت مش عايز d1 زي d2 بس ايوه احنا عايزين d1 زي d2 بس طيب جميل هجيبلك d1 زي d2 ازاي هتبقى d1 زي d2 هي d total نقص d3 حلو اوه يبقى انا بس كل الحكاية احسب لد 3 بس كده مجرد ما تحسب d3 لموضوع خلص جميل طيب تعرف تجيب d3 تجيب d3 هتبقى اهيه اهيه d3 هتبقى بكام هتبقى الرقم ده مقصوم على d2 اهو d2 الويت عندي والd عندي طب لو قلتلك the consumed specific هتبقى بكام بالضبط كده فعلا هو طالب consume specific energy فهتبقى الoutput specific اللي هي 17 مقصومة على ايه اه efficiency بتاعة الgears في الموتور خلاص طبعا دي كده لو كده بس دي اسمع الoutput specific لو الجزء ده بس لكن لو اسمتوا على efficiency بتاعة gears والموتور هيبقى consumed specific طبعا الوحدة لازم نكتبها what hour على ton kilometer خلاص دي كده ما فيهش مشكلة السؤال الاخيد ده بقى ده انا ما قلتلكش هو ايه يعني انا ما قلتش ده كواد لا ما قلنش كده انا اديتك سيناريو وانت ترسم وبرضه انا مش بديك الرسم فأديتك سيناريو وانت هترسم لو السؤال تمانية ده ثلتمية وخمسين تون ترين runs up and ascending gradient gradient واحد في المية يعني جيب وان ووصف لك ال speed time characteristics انا مش مقبر ان انا اقول لك ال speed time characteristics ده ترابوزويدا اقول لك واد لا لا انا ممكن اقلف لك speed time characteristics واسألك عليه ماشي تمام فانا هنا وصفت لك speed time characteristics اللي هي ايه اول حاجة في uniform acceleration بكيمة كذا لمدة 25 سنة يبدأ دات تي 1 والالف constant speed for 50 seconds يبدأ دات تي 2 costing for 30 seconds دات تي 3 breaking ومدي لك البيتا اللي هي retardation بس ما قولتش ال time بكيم طيب ايه المطلوب يقول لك احسب بردو specific energy consumption لو الترين بدي لك ال R والeffect of rotational inertia بعشرة في المية عشرة في المية من ال dead weight يعني W-E 1.1 W ومدي لك efficiency بتاعت الجيرز والموتور مع بعض بـ 75% طيب مبدئيا مسألة energy اعمل ايه اكتب قانون energy الاول يبقى اول حاجة هعملها هكتب قانون energy وبعد كان نبقى نتفاهم قانون energy طيب هل انا عندي VM لا هل انا عندي W-E O D given G given R given بص السؤال هنا D ايه ده او انت كتبت القانون ده منين لا ما هو القانون ده عام القانون ده general بس D هي اللي بتتغير على حسب تغير الكيرف يعني مثلا قالك في الترابوزايد الكيرف D هي D1 1 زي D2 اما في الكوات كيرف D كان D1 طيب الكيرف الجميل بتاعنا ده ده هيبقى D داش بكام هيا جماعة D داش هتبقى بكام دي 1 زي D2 ليه D1 زي D2 لان هي دي المنطقة اللي انت بتدي الانرجي بتاعتك او بتدي القطر انرجي كهربية D1 زي D2 acceleration will free run ماشي يبقى D داش هنا هتبقى D1 زي D2 في المسألة دي اهو زي D1 زي D2 يبقى القصة كلها محتاج احسب Vm ومحتاج احسب L DH عشان تحسب Vm و D1 يبقى انت محتاج تحسب كل V و كل times تام احسب هنحسب الكالندر زي نبدأ costing time و breaking مش مدي لك الزمن بتاعه يعني مش مدي لك الزمن بتاع T4 تمام فانا محتاج اجيب البيتا C اعرفها عشان هتساعدني في الحل طب هتقول لي يعني يا دكتور هتساعدني في ايه ما انا عندي T3 طبع و عندي Vm اه بس ما عنديش V2 بص دي مش عندي و دي لازم احسب عشان اعرف احسب T4 تمام الفكرة فعشان اراح دماغي اروح احسب كل velocity وكل times تمام حيل فتعال نحسب اول حاجة هروح لمنطقة الcoasting ايه منطقة الcoasting ايه منطقة الcoasting عايز احسب البيتا C طب وانت ازاي بتحسب البيتا C بقانون الفورس اللي احنا قلنا عليه ايه دي قانون الفورس الفورس عند الcoasting بكام بصفر كميل وحط الacceleration بكام بnegative beta C هتلاقي عندك كل حاجة معادة البيتا C تعرف تحسب كده نجحنا ان احنا نحسب البيتا C حسب البيتا C روح احسب L V2 اللي هنا دي اهي طب احسب ازاي ما البيتا C هي Vm نقص V2 على T3 اهو البيتا C هي Vm نقص V2 على T3 من الكيرف تقدر تجيب V2 بعد ما حسب البيتا يبقى T4 هي V2 على البيتا بس يبقى انت كده جبت T4 كده انت جاهز تحسب الDistance تعال نحسب الDistance هو انت عايز تحسب any distance D1 بقى عبارة عن ايه خلي بالك انا هنا بحسب الD1 وD2 طب ليه حسب الD3 وD4 يعني هو انا محتاج الD1 وD2 عشان نحسب الOutput energy طب ليه حسب البيتا ايه حد عارف ممكن تشيك يعني لا هو طالما طالب ال specific energy بص طالما طالب ال specific energy يبقى انا غزبا عني في النهاية هقسم على W D total هقسم على W D total كده كده فلازم احسب ال D total فلاص انا كده اجبرتك ان انت تحسب ال D total كمان ماشي لكن لو كنت طالب ال energy بس لا energy بس كنت تحسب ال D1 وD2 ال energy output بس يبقى تحسب ال D1 لكن طالما طالب ال specific energy يبقى تحسب ايه ال D كمان لان انت هتقسم عليها ماشي خلاص يبقى بعدا ما حسبنا بقى كل velocity وكل الازمينة تجيب ال D طبعا ال D ال D ال area under the curve عندي اربع اجزاء تحسب ال area under الاربع اجزاء مع العلم طبعا اول جزء ده مثلس الجزء اللي بعده ده rectangle عشان ده free run فالarea بتاعتها هتبقى rectangle ال D3 هتبقى trepazoidal كده بتحسب ازاي trepazoidal ده بتاخد الم زائد ال V1 على 2 في ال T3 اللي هو المسافة دي T3 طبعا على 3366 واخر منطقة ده مثلس اخر منطقة ده مثلس تمام احسب الاربع دهات جمعهم عشان تجيب total D وال D داش طبعا هتبقى D1 زائد D2 بس كده خلاص يبقى E output تقدر تحسبها عندك D2 خلاص ال E output specific تقدر تحسبها عن طريق E output على ال W في ال D E consumed specific هتبقى E output على ال W في ال D على efficiency كمان كمان ده كده ايه L energy output والEnergy والEnergy consumed specific خلاص تمام ده كده بالنسبة لي المسائل بتاعت التراكشن خلاص احنا يعني انا كده المحاضرة اللي فاتت كانت النظري بتاع التراكشن والقوانين المحاضرة دي حلت معاكم افكار مختلفة من ال reference على موضوع التراكشن وطبعا هبعط لكم ال solved examples دي يعني هبعطها لكم كده ان شاء الله يبقى فاضل الاسبوع اللي جاي محاضرة الهيت دي اخر محاضرة لنا في المنهج اللي هي محاضرة الهيت خلاص تمام حد عند سؤال يا باش منتشين في المحاضرة بتاعت النهاردة حد عنده اي سؤال في اي حاجة مش واضحة اه تفضل النظري بتاع جزء الهيت كبير جدا يعني انواع المجارنات والحاجات دي كثيرة جدا النظري بتاع المادة عامة كتير فحنا يعني هنتسئل مثلا حاجات نسمحها ومقارن يقارني مثلا بين أنواع اللامبس كده جيت في الوقت الغلط خلص ليه جيت في الوقت الغلط لان المحاضرة بتاعت النهاردة مثلا كلها مسائل يعني في نظري وفي مسائل يعني انا عامل كاملة عن المسائل يعني اختاري الوقت انت جيت في الوقت خلص خلص يعني النهاردة طول المحاضرة اصلا ما فيش حاجة نظري خلص كله مسائل 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 فأنت بتقول لي نظري كتير طب ما احنا شغالين مسائل هو عشان نظري كتير قولنا ادي شوية مسائل لا جماعة هو الموضوع مش كبير خلص ولا حاجة عادي يعني هو انواع اللومة مختلفة تبقى عارفة الجدول بتاع كل اللامبة وخلاص يعني الموضوع مش مش مستائل ضجة يعني موضوع بسيط انا شايف كده يعني خلي يعني هنالتزم باللي انا قلته في المحاضرات كنظري وبرضو الجزء بتاع دكتور طارق هنالتزم باللي قاله في المحاضرات وبالسلايدز بتاعته يعني انا ما قدرش يلغي جزء من المنهج في الحت تاني معلش طيب هيتفضل هو دكتور طارق قال انه جزء مش داخل ولا من الترم ولا فاينل لا هو جزء دكتور طارق داخل في الفاينل يعني يعني قال لي انه هيدخل جزء في الفاينل طمعا جزء دكتور طارق معنا ممكن يعني اقول له هيبقى الاجزاء الرئيسية مثلا وابلغ بس هو مبدئيا داخل معنا وقال هو هم يحبش يصحح ورق من الترم او فاينل فهم مش هيدخل ولا جزء ولا من الترم ولا فاينل انا ببلغك بالواقع تمام يعني انا بقول لك دكتور طارق يعني جزء جاي في الامتحان انا ببلغ بالموضوع ده مش يعني ده مش قراء تمام دكتور طارق انا بس بقول لحالتك اللي هو قاله بس انا هقول لكم انا جزء هابلغك بمجموعة طبيق تركزوا عليه تمام بس لكن هو جزء داخل في الامتحان يعني هو ممكن يكون يعني كان بيقول على الميتر ما او حاجة بس لأ يعني انا اتفقت معاه واتفق معاه على الموضوع ده فده انا ببلغك بالموضوع عشان بس الناس تبقى فهمة ان شاء الله يا جماعة جزء دكتور طارق داخل في وطبعا الجزء التاع اللي احنا ابتدنا فيه من معنا بس احنا هنحاول جزء دكتور طارق ابلغك بمجموعة من التوبيك اللي تركزوا عليه تمام تمام دكتور شكرا حضرتك طيب فضل يا جماعة في حد عنده اي سؤال تاني فضل دكتور المتحان هيبقى ولا لا لا ريتن تبعا شكرا لك تبعا في حد عنده اي سؤال يا باش منطين طيب ان شاء الله بإذن الله المحاضرة اللي جاية هتكون اخر محاضرة في المنهج اللي هو الهيت وكده هيكون احنا عندنا الاجزاء بتاعت المنهج اللي هي اللايتينج وال والهيت وجزء تاعة دكتور طارق هبلغكم بالتوبيكس اللي هتكون معانا ان شاء الله في الامتحان وطبعا مش كل الجزء تاعة دكتور طارق هيبقى معانا يعني هو هبلغكم بالأجزاء اللي هتبقى معانا في الامتحان ان شاء الله في الفاني تمام مش هابش وانسين شكرا اتفضل ايو اتفضل او كان دكتور طارق قاعدنا ان هو مش هيفخش في الفاني القصر قبل الميتر ما قدنا الكلام ده وانا على كده كان عمدنا البروجيكت ده طيب يا شباب انت حضر معنا يا بشباندس ولا ايو لسه داخل او لسه داخل لا هو انا لسه زميلك سألني دلوقتي دكتور طارق انا قابلته وقال لي ان هو هجيب جزء في الامتحان فبالتالي الجزء بتاع دكتور طارق اللي جاي في الانتحان هبلغكم ايه التوبكس اللي هيدخله في الانتحان بالظهر مش هيبقى جزء كبير يعني انا يعني هكلموا ان هو يبقى حاجة بسيطة يعني مش هيبقى جزء كبير مشاو تمام فكرة ان هو كان قدنا عكس كده بس فاحنا ما ذكر ناشئ الجزء بتاع وخاص بالبروجيكت بس طب انا ببلغكم هدلوقتي بقى في جزء الدكتور طارق انا انا مجرد مبلغ بالموضوع على فكرة انا مبلغ بالقصة بس انا ببلغكم ان جزء دكتور طارق هيبقى في اجزاء دخلة في الفاير ايه هي هبلغكم بها تمام تمام واللي اريدت بلغوا برضو زمالكم بالقصة دي لاننا اه الموضوع ده عشان بس يبقى الامور وفا تمام حتى عندي اي سؤال تمام باش مانسين ماشي تفضل اجم شكرا شكرا